كاليني اروح من الولايات المتحدة الامريكية الى اسرائيل مبارح كنت بكلم مع حضرتكو على اسرائيل وانه ما يجري في اسرائيل يشبه الزلزال وزلزال يعني مدمر الحقيقة شفنا الشوارع شفنا الاضراب على خلفية المخترحات التي قدمها بنيمين نتنياهو لتعديلات تشريعية بتصب في مصلحة الحكومة او السياسيين على حساب القضاة الحكومة الاسرائيلية مسرة والمعارضة مسرة على الرفض والجيش دخل في اللعبة برفض لهذه التعديلات مما ادى الى اقالة وزير الدفاع والشارع كان في حالة عصيان اضطر بنيمين نتنياهو النهاردة الى تأجيل البت في هذه التعديلات او ارجاء هذه التعديلات الى الصيف القادم لمنح الفرصة للحوار مع كافة الاطراف والوصول الى اتفاق ده ما تم الاتفاق عليه النهاردة لكن بعد شوية اكتشفنا انه بنغافير قال هستقيل لو اجلت هذه التعديلات انا هستقيل نتنياهو عايز يرضي المعارضة بينت واخرين لكن بنغافير قال له لو تم التأجيل انا هسيب التحالف فاضطر بنيمين نتنياهو الى استرضاؤه بايه بانشاء حرس وطني او ضم الحرس الوطني ليكون تابعا لوزير الامن القومي اللي هو بنغافير الحرس الوطني كل الناس حتى الولايات المتحدة الامريكية قالوا كيف يكون تحت امرت او ادارة واحد متطرف هيستخدمه فيه القضاء على الفلسطينيين هيستخدمه فيه استياد القيادات الفلسطينية يعني النهاردة نتنياهو بيحاول يحل المشكلة الداخلية عنده حلاها على حساب الفلسطينيين برضو حلاها على حساب امن المواطن الفلسطيني لانه ادى للارهابي المتطرف المجرم حقيقة بنغافير كل العالم بيصفر متطرف بيدي له صلاحيات وبيدي له سلاح في ايده وبيخليه مسؤول عن الحرس الوطني اللي تم انشاؤه خلال الفترة الماضية ليساهم ويساعد في تأجيج الوضع داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة الاضراب تم انهاؤه بعد القرار بنعم نتنياهو بالتأجيج وفي ترحيب سياسي بهذه الخطوة وقال نتنياهو انه هو مش ضد المواطن ولا ضد الجيش هو كلنا بيقول كلنا يعني في دولة واحدة وبنحب بعض لكن علينا ان احنا نحتكم الى العقل في هذا الاطار طبعا الصفقة اللي بن نتنياهو بن غفير دي كانت زي ما صحيفة الصحف الإسرائيليات كلمت وقالت انه ممكن يؤدي الى مصيبة وكارثة خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر